اشتركوا في القناة وربنا يخرجنا من فيروس كورونا على خير ونرجع تاني من غير كمامات ونمشي في الشوارع ونحضن بعض ونبوز بعض عادي جدا من غير اي مشكلة ومن غير ما نقول بالرغم من كورونا الا اننا هنكون مع بعض خلوني بقى قبل ما ابتدي حلقة النهاردة اتقدم بخالص العزاء لأهالي الصعيد وبالأخص عائلة النجمي عائلة النجمي في الفترة الاخيرة حصل فيه كام حالة وفاة وراء بعض متتالية من ضمنهم ثلاث أشقاء اتوفوا في حادث أليم اتوفوا مرة واحدة يعني ربنا يصبر أهاليهم وربنا يصبرهم يا رب العالمين ده اللي خلق أستاذ مامدوح النجمي ما يكونش معانا النهاردة على الهوى لكن هو معانا في مدخلة تليفونية أستاذ مامدوح ماشا ماشا معاك أستاذ مامدوح البقاء لله سبحانه ما الله والدوام أولا يا أستاذ بسماء كل سنة وحضرتك والساد المشاهدين بخير وحضرتك طيب إن شاء الله ربنا يجعل الأيام سعيدة وأيام مبهجة وإن شاء الله كده يعني ربنا يكرمنا إلى ما فيه الخير اللهم أمين ثانين يعني أولا الحادث اللي حصل عندنا في أولاد نجم راح بحياته ثلاثة دفعوا ثمن حياتهم ثمن للشهامة والرجولة وإحنا في الصعيد الرجولة دي بتاعتنا ده حقيق أولا الحج عبد الرشيد شعبان وشهرته الحج رشيد الله يرحمه ده أخ فاضل معاي رحمة الله عليه وكمان كان الأستاذ الهواري نظير الله يرحمه الله يرحمه وابنه ظهرت شباب أولاد نجم في 12 سنة اسمه عمار عمار الهواري نظير ربنا يرحمهم يا سبنا مضوح ربنا يرحمهم أجمعين اللهم أمين وبعد كده يعني برضو انتقلت إلى رحمة الله أختي الكبيرة بنت عمي أم عبدو بيها يتوفى الطبيعة رحمة الله عليها الله يرحمه فنحن نشكر الجميع اللي يتواصل معانا وشكر الله بسعركم جميعا ربنا يخليك يا سنة مضوح ويا رب تكون آخر الأحزان ونشوف حضرتك فأقرب وقت معنا في الستوديو يا رب إن شاء الله إن شاء الله نلعلكم لقاء موفق سعير بإذن الله إن شاء الله وبرضو أشكر زمينا في الستوديو وحضرتك وأولادي إسلام وأحمد ربنا يخليك والأستاذ عمارة والد عمارة مخرج الهوى والأستاذ خلب برضو علي يا مستيب الحير شكر جزيلا والأستاذ ولي رئيس القناة والأستاذ جمال عبد العظيم وجميع زمينا في الستوديو وإحنا بنشكر حضرتك وشكرا لك يا سنة مضوح ونتمنى أن حضرتك تكون موجود معنا في الحلقات الجاية إن شاء الله ونورت معنا شكرا يا أستاذ بسماء وتحياتي لحضرتك والأستاذ المشاهدين وأتمنى لكم لقاء موفق بإذن الله تعالى كل شكر لحضرتك شكرا شكرا خالص العزاء مرة تانية الأهالي الصعيد وللأستاذ ممضوح النجمي الزمي للعزيز الفترة اللي فاتت كل اللي كان شاغل بال الشرع المصري هو موضوع واحد بس موضوع صد النهضة يا ترى مصر هتحارب ولا يا ترى مصر مش هتحارب يا ترى مصر الاستاذ ده هيتملي المرة التانية من أسيوبيا ولا مش هيتملي من أسيوبيا أسئلة كتيرة جدا كانت بتدور في دماغ الشارع المصري كله مفيش بيت ما بيتكلمش عن موضوع صد النهضة مفيش بيت ما بيقولش احنا خلاص المياه بالنسبة لنا احتمال تخلص وممكن ما نلاقيش مياه تاني احنا ممكن نشيل المياه دي لسنين تانية قدام لو ينفع ان احنا نخزنا نخز النيل بالنسبة للمصريين شريان الحياة النيل بالنسبة للمصريين هو المياه والهوى والمعيشة احنا من غير مياه مش هنكون موجودين على الحياة اصلا في اخر خطاب للرئيس عبدالفتاح السيسي شفنا وهو بيتكلم عن موضوع صد النهضة وتقريبا هو وصل رسالة واضحة وصريحة لأسيوبيا كتير فصرها بان موضوع ان الرئيس يطلع ويتكلم يعني مصر دخلة على حرب طبعا كلنا عارفين يعني ان مصر تدخل تحارب يعني كل شاب موجود في بيته ممكن في اي وقت يتم استدعائه وان هو يتقال له ان انت هتنزل الحرب علشان خاطر تدافع عن نهر النيل اللي هو شريان الحياة اسئلة كتير جدا كانت بتدور في دماغ كل المصريين وكانت بتدور في دماغنا احنا شخصيا كاعلاميين مفيش حد خالي من الموضوع ده خلونا الاول قبل ما يكون معانا في مدخل هاتفية سيادة اللواء والخبير العسكري والاستراتيجي عبدالرافع درويش ورئيس حزب فرسان مصر نطلع نشوف الرئيس السيسي قال ايه عن مياه نهر النيل وعن سد النهضة وزي ما هو ما قال وكلنا بنقول ان مية النيل خط احمر خلينا نطلع نشوف الرئيس قال ايه ونرجع لكم من جديد مع سيادة اللواء عبدالرافع درويش فيما يخص الموضوع اللي احنا منتكلم فيه اللي هو موضوع المي اللي هو موضوع اللي شغلني وشغلكم كلكم انا بس عايز اقول ان موضوع التفاوض ده يعني ده خيارنا اللي احنا بدأنا به وعايز اقول لكم ان يعني هاقفز كده على 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 حاجة عمري ما كلمتي فيها العمل العمل العدائي قبيح وليه تأثيرات كبيرة جدا تمتدل سنوات طويلة لان الشعوب ما بتنساش ده فاحنا بس عشان يبقى دايما حتى واحنا كاعلامين بنتكلم بنتكلم على ان المعركة المعركة بتاعتنا معركة تفاوض وكل يوم الرأي العام العالمي كل يوم الكبار المسؤولين في الدول العالم بتروا واحنا بنكسب ارض بان احنا جادين في ان احنا نتفاوض بشكل حق الكذب احنا مشيين في ده ويمكن خلال الاسابيع القليلة القادمة هيبقى فيه تحرك يعني اضافي مفاوضات في هذا الموضوع ونتمنى ان احنا نصل الاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد احنا مكلمش كثير بس انا بقول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطة مية من مصر واللي عايز يجرب يجرب احنا مبنهددش احد لو سمحتوا احنا عمرنا مهددنا ودائما نحورنا رشيد جدا و يعني صدور جدا لكن محدش هيقدر ياخد نقطة نايم من مصر ولا هيبقى فيه حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها احد لا يتخيلها احد ومحدش يتصور انه يقدر يبقى بعيد عن قدرتنا لا انا عمري ما كلمت كده وانا ما هددش حالي بقول تاني مية مصر لا مساس بيها والمساس بيها خط احمر وحيبرد فعلنا في حالة المساس بيها امر حيأثر على استقرار المطقة بالكامل شكرا تدرى وارجعنا وارجعنا لكم من جديد بعد ما شفنا الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ايه خليني اخذ من مكتطفات من كلام الرئيس وهو بيقول مية مصر خط احمر واي حد هيمس في مصر يبقى هو الجاني على نفسه زي ما قال في الفيديو خليني بقى نرحب بداي في وضيفكم في مداخلة هاتفية سيادة اللواء عبد الرافع درويش الخبير العسكري والاستراتيجي ورئيس حزب فرسان مصر سيادة اللواء اهلا بحيارتك ونورتنا في برنامج مع النجم نورك يا فن ربناك حضرتك شفت الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ايه في الفيديو بتاعه قال ان محدش هيقدر يمس مصر ولا هيقدر يمس شبر مية من مياه النيل حضرتك شفت الفيديو ده ازاي شوف يا خنم انا دلوقتي اذا كنت عايزين تتكلموا عن المشكلة هتكلم عن المشكلة هتكلم عن الكلام من السيادة الرئيس ماشي اللي انت عايزينه ايه اتفضل يا فندم احنا هنتكلم عن الاتنين هنتكلم عن المشكلة سد النهضة وهنتكلم عن مشكلة سد النهضة الاول هقول ان الصين بقالها دلوقتي فترة كبيرة جدا اخرهم في السبعينات ما دخلتش حرب وبصت للاقتصاد بتاحها وامريكا يعني خلاص دخلة في حروب على طول وبالتالي دلوقتي بتلم نفسها وبتخش في مواضيع تانية خالص انها عاوزة تسحب كل القوات بتاعاتها اذا الحرب بتؤثر تأثير مباشر على الاقتصاد هذا ليس معناه ان احنا ما نخشش حرب لا ده مش معناه ان احنا بقول ان احنا ما نخشش حرب لا انا بقول الحرب سيئة الحرب لا خسيرها الحرب بتؤثر على الاقتصاد بشكل كبير دول كتير حتى يعني مش هتكون معانا في عملية ان احنا هنحارب وعاوزين المخطط بتاعهم يمشي المخطط بتاعهم كان الهنال السني والهنال الشيعي الهنال السني اللي احنا كنا فيه والهنال الشيعي اللي هو ايران والشلة بتاعاته كانوا عاوزين يسلموا كل الهنال السني لتركيا مع اسرائيل والدنيا تمشي زي الفل ويبقى عندهم ضمان لأمن اسرائيل مئة سنة كل الكلام ده اتلخبط بواسطة الجيش المصري لما فاء وعمل كل اللي عمل ودلوقتي واتطور وحط اصلاحة كثيرة وجديدة والجيش السال التاسع دلوقتي على العالم كل ده النهاردة بيحطنا في موقف يعني مش كويس لكن في نفس الوقت حاجة مكتوبة علينا اذا فردت علينا الحرب فلازم نحرك انا بناشد السيد الرئيس السيسي ما يبصش لأي دولة في العالم ايران النهاردة بتعمل اللي هي عايزة ومحدش قادر يبص لها ايران النهاردة دخلت في سوريا ودخلت في العراق ودخلت في اليمن ودخلت في لبنان وما حدش أدري يعمل لها حاجة يا سياد الرئيس احنا بلدنا اهم من اي شيء السابد النهضة ده اساسا موجود في اراضي مصرية الاراضي المصرية دي قالت الى السودان لما حصل ان احنا انفصل معا بعض لكن هي ارض مصرية اساسا بني شنقول دي بقى الارض مصرية احنا يا سياد الرئيس نخش حرب ونخش بني شنقول ونحتل لها ونحتل السد ويبقى السد ده بتاعنا احنا احنا نتحكم فيه نهض ونبني نعمل لهم لكن في نفس الوقت ما نسيب شي عمرنا على غيرنا واحنا مش هنموت من العطش احنا هنموت على السد لكن مش هنموت في أرضنا على العطش يعني حضرتك شايف ان مصر عمرها مهطعتش ولا مية النيل استحالة ان هي استحالة استحالة احنا عندنا مش متأثرين قوي اللي بيحصل دلوقتي في السد اللي متأثر جدا السودان لكن احنا في نفس الوقت لو اتمال الملء الثاني هيبقى قنبلة نووية القنبلة نووية دي هتضرب فينا كلنا وهتغرق مصر وتغرق السودان مش هنستنى لده حضرتك احنا لازم نعمل الضربة الاستباقية وفورا يا سيادة الرئيس انا بقى ارجوك وبوس ايدك يا سيادة الرئيس خد قرارك بالحرب فورا ما تستناش اي دولة من دول العالم حضرتك شايف ان التفاوض مش هيجيب نتيجة واسرائيل لضمان امن اسرائيل مئة سنة وهم اللي بيزوغوا اثيوبيا للحازية الحرب عشان احنا نخسر فيها نخسر ما نخسر مش 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 مشكلة لكن احنا النهاردة ما نتضربش فيه وطناء وميتنا استحالة كل تأخير ممكن يتسبب ان السد يتم ملء الفترة التانية بتاعته يعني درر كل يوم بيمر انا بقولك يا سد الرئيس كل يوم بيمر ده ضرر علينا احنا احنا لازم ناخد قرارنا بسرعة ولازم نضرب السد ونخلص عليهم بسرعة ونضرب جميع السدود اللي عملها على نهر الميل ما نستناش وانا عارف ان القوات الجوية وانا من القوات الجوية زراحها طويل وتقدر تعمل الكلام ده طب احنا ممكن امتى يكون فيه حل يعني هل فيه حل بديل غير الحرب لا حل يعني كلهم ميليشيات يعني القروم النهاردة تجراي اتضربت بالامهارة واخد بالحضرتك والقروم ممكن معانا شوية انما الاساس ديش ماهو الشيعة ماهوش جال مش دولة ام اي ميليشيا من دول ممكن تقوم حرب ضدنا وهم ما يفهموش الكلام ده طب لانا صوته جار حروب من مصرحيات من الكلام ده كله لا احنا مش هنحارب ميليشيات احنا نحارب الدولة اذا كانت هناك دولة بس هناك ما فيش دولة فاحنا لازم نبصر بالنفسنا نحارب ولا ما نحاربش لا نحارب لان دول ميليشيات وهم ما لهمش كلمة ولا عهد ودول كل اللي بيحصل ده من امريكا ومن اسرائيل زقين سيوبيا علينا علشان نخسر في الحرب ونخسر من قواتنا وكيش بتاعنا ما يبقاش في الموجود بالطريقة اللي هي صح الجيش الوحيد اللي نجم من الموت الجيش الوحيد في المنطقة كلها اللي نجم من الموت بتاع اسرائيل وبتاع امريكا والمخطط بتاعهم بين الشيعة وبين السنة وسلموا لتركيا وتركيا تسلموا لإسرائيل وهناك نحن التانية ايران مع الشيعة سيادة اللوة حضرتك كنت شاي يعني انا عارفة ان حضرتك رجل عسكري وعارفة ان حضرتك من كدماء اللي دخلوا حروب وعارفة اربع حروب يا فندم اه اه انا عارف اليمن و67 والاستنزاف و73 اه احكي لنا كده يعني حرب 73 اللي الكل بيتكلم عنها واللي الكل بيحكي بيحكي عنها والله اذا كنت عايزين تعرفوا يعني دي عبارة عن منظومة اتعاملت حاجة كبيرة جدا بكل المقاييس اعجاز احنا حربنا في حرب 73 كان علينا عند عند الارض بتاعتنا على الارض بتاعتنا جهتنا كان خمس فرق اسرائيل كان عندها عشر فرق احنا كان عندنا 220 220 220 طيارة هما كان عندهم 450 طيارة اما نيجي نعمل القدرات التدميرية للطياران بتاعهم والطياران بتاعنا السخوي كان بتشير نصتين الميكس 17 بتشير نصتين الفانتم كان بتشير اربعة ونصتين وبرضو رغم المقدرات ورغم كده المقارنة بكل حاجة ما كانتش صالحنا واشتغلنا على السبد الترابي بطريقة بداية بتاعت سلم بتاع الفلاحين سلم الحبال وطلعنا عليه احكينا عن السبد الترابي الترمبات المية بالنسبة للسبد الترابي اللي هو قاله عليه اقوى من سيكفريد واقوى من ماجينو ولا يمكن ضربه بقنابل زرية الداس وفق زي البسكويتة تحت رجلينة واحتلينة تقاط برليف في اقل من 6 ساعات فالكلام ده كله احنا المصري معجزة لوحده المصري لما يكون عنده ارادة خلاص بيعمل كل حاجة الطرق اللي بتتعمل دلوقتي وفي حد يصدق اللي بتعمل خالص المدينة اللي يعني النهاردة القاهرة الجديدة اللي بتتعمل دلوقتي دي حد يكسد انها تعاملت دي عزي المصريين المصريين يعني يعني جمدين وعندهم لما يكون فيه ارادة لما بيكونوا فيه ارادة بينفزوا فاحنا اسرائيل ما قدرتش توقف قدامنا مش هتيجي يوسيوبيا اللي ما عندهاش حاجة هي اللي هتوقف قدامنا بس ده زق من اسرائيل وزق من امريكا لاضعاف جيش المصري طبعا سيادة اللواء سيادة اللواء حيارتك لديست متواجد معنا سيادة اللواء واضح ان احنا فقدنا الاتصال مع سيادة اللواء عبدالرافع درويش الخبير العسكري والاستراتيجي ورئيس حزبه فرسان مصري مية النيل هي شريان الحياة محدش هيقدر ان هو يعيش من غيرها نهائيا مهما حصل ومهما كا ومهما عملنا وزي ما شفنا سيادة اللواء عبدالرافع درويش وهو بيتكلم وهو بيقول احنا عبرنا خط برليف يعني احنا اسرائيل او غير اسرائيل ان محدش يقدر علينا اصلا خير اجناد الارض هم المصريين طب سيادة اللواء عبدالرافع درويش حضرتك سامعني سيادة اللواء اي افندم سامعك اه اتفضل يا فاندم لحد دلوقتي احنا وقفنا عند حتة خير واجناد الارض هم الجيش المصري طبعا والحد دلوقتي لما كنت تشوفي في الحرب اللي فيها حرب تلاتة وسبعين عشان الناس تعدي وتخش على خط برليف ومعاه قدامه مدفع مكان عمال بيقش فينا يروح رامي نفسه جندي على مدفع المكانة ده وياخد كل طلاط في صدره علشان زميل ويعدوا من فوق جسيته على الناحية التانية حضرتك عصرت كل ده قدام عينك طبعا طبعا يا فاندم احنا الحاج النهاردة لما احنا ونزلنا خلف خطوط العدو ان القوات بتاعتنا منعت الخط التعباء وبتاعهم انهم يتقدم هقولك على سر يمكن ناس كتير جدا ما تعرفوش تفضل سمع ايرلخ اللي هو السفير الاسرائيلي في امريكا اثناء حرب تلاتة وسبعين جولدا مائير طرق وجيش المصري داخل علينا خلاص احنا هنسلم فقال لا انت عارف الساعة كام قالت له عارف الساعة كام بصح الرئيس فصحت نيكسون وقالت له الحق وقال له الحق انت ده كذا راح عاملين الامداد بتاعهم من المانيا واثرنا دبابات عاملة 70 كيلو نزلة بجديدة نوفي واثرنا هسيه الدبابات هن لولا يعني الامداد الامريكي ولولا تدخل امريكا ما كانتش اسرائيل هتقف قدامنا طبعا طبعا فاحنا يعني ما احناش قليلين احنا عندنا قوة طبعا ومدام بنخطط صح بنشتغل صح بننفص صح وده التخطيب بتاع المرحوم احمد اسماعيل علي المشير احمد اسماعيل علي الله يعمل له كماسق قائد الجيش ساعتها قائد الوزير الحربية ساعتها وزير الدفاع وهو ده اللي عمل الخطة وقال بقدر ما هي موجود فيها السلاح بتاعها وهي بقدر العدد اللي موجود فيها فخطتنا صح نكفزنا صح كسبنا حرب لا يمكن بكل مقييس العالم انها ان احنا نكسبها طبعا طبعا لحد دلوقتي بيتدرس للاطفال وبنتكلم عن ازاي احنا دمرنا خط برليف لحد هذه اللحظة بنحكي عن حرب 73 واللي احنا انا مش اقول احنا بنحكي انا هقول ان هم نفسهم حكوا يعني النهاردة جلدة مقير ماتت ماتت يعني متنكدة وعندها عقدة نفسية من الشعب المصري ازاي احنا انتصرنا عليهم وما فيش جيش في العالم حصلت له هزيمة كاملة في 67 وبعد 6 سنين ينتصر صعبة جدا جدا ما فيش دولة في العالم تقدر تعمل ده سيادة الليو احنا ناخد واحدة من حضرتك ان تكون معنا حلقة كاملة عن نتكلم فيها عن حرب 73 أنا تحت امروكو افنم انا عايز بس عايز الشعب المصري يفهم ان جيشنا قوي طبعا القيادة السياسية قوية القيادة السياسية مسكة الصبر كتير لا الكلام ده مش هينفع احنا انا معلش انا مش من تقدر القيادة انا بقول كل يوم بيفوت بيضيعنا تمام يا سيادة الليو خليني اشكر حضرتك سيادة الليو عبد الرافع درويش الخبير العسكري والاستراتيجي اللي كان منوارنا النهاردة كل الشكر لحضرتك يا سيادة الليو شاهدينا الكرام وقت حلقتنا انتهى انتظرونا بقى والاسبوع المقبل وحلقة جديدة من برنامجكم مع النجمي وما تنسوش مية النيل خطة احمر ومحدش هيقدر ييجي عليها كانت معكم بسمة رمضان موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة